حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم عماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخي وأمهاتكم التي أرض عانكم وأخواتكم من الرضعة وأمهات نسائكم ورغائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لم تكنوا دخلتم به النقلاجنا عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين نفتين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والنفتنة من النساء إلا ما ملبت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما ضراء ذلك تفتغوا بأنوالكم محسين غير مسافحين وما سمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناع عليكم فيما فراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينفح المحقنا في المؤمنات فمما ملبت أيمانكم من قتيا بكم المؤمنات والله أعلم به ما لكم بعضهم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهم وآتوهن وجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا مستقذات أخزان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن لص ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويعفيكم سننا الذين من قبلكم يتوب عليكم والله عليهم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشعبات أن تتميلوا بيلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أما لكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفحل ذلك عظوانا ظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجسنوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئا بكم ونصلكم صلا كريما ولا تتمنوا ما قصل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا وسلطا من قضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتهم نصيبا إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما قصل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والذين تخافون نشودهن فعيدهن وهجرهن في المواجع مضرموهن فإن أطعنكم فلا تبهوا عليهم تبيلا إن الله كان عليهم كبيرا وإن خفتم شقاب بينهما فضعتوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إفلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشربوا به شيء وبالوالدين يحسانهم وبذي القربى واليتامى والمساكين والجاري بالقربى والجاري الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحق من كان قوانا في من يستقون من الناس بلا يستقون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يغى من القول غدعنا الله بما يعملون محيطا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أنبالهم من أنبالهم فالصالحات خانتات حافظات للغير بما حفظ الله والتي تقافون النشودهن فعظوهن واهجرون في المواجح فضربوهن فإن أطعنكم فلا ترغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفوا الشقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاعه واسق الله بينهما إن الله كان أعليما قبيرا واعبدوا الله ولا تحركوا به شيئا وبالبالدين أحسانا وبذي القربى واليتاما والمساكين والجار بالقربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحق من كان مستالا فقورا الذين يقلون ويأمرون الناس بالبغل ويبتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابهم مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يبتمون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آفنوا بالله باليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مصال ذرا وإن تكون حسنتين ضاعفا ويبتم لكم أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يغدوا الذين كفروا وعفوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يبتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الظلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليهم وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرقون الكلمة عن موازعه ويقولون سمعنا وعطينا واسمع غير مسمعين وراعنا ليهم بأسنة مطعنا مفتين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوذوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطلس وجوها فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعننا أسحاب السف وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يقبر وإن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إصما عظيما ألم تر إلى الذين يذكون أنفسهم بل الله يذك من يشاء ولا يظلمون قديلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إصما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجب والقاروة ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من المجي فإذا لا يكون الناس نقيرا أم يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى جهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بسلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سنصلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله لهم فيها أزواج مطهرة ونصلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤذبوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعي ما يعيذكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإن تناغاكم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فذلك خير وأحسن سأبيلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما هنزل إليك وها هنزل من قبلك يريدون أن يتعاكموا إلى الضاروف وقد أمروا أن يفروا به ويريد الشيطان أن يظلهم ظلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصفون عنك سجودا فكيف إذا أصابتهم نصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يعرفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في صلوبهم فأعلم عنهم وعذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله ثوابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويكلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم بخجوم بياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يرعظون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم فراظا مستقيما هو من يتعي الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والزديقين والشهداء والطالعين وحسون أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباك أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئا فإن أصابتكم مصيبة قال قتأ عن الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقول أنك أن لم تكن بينكم وبينهم ووستكم يا ليسا إن كنت معهم فأفوز قوزا عظيما فلقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة البنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نعطيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستدعفين من الرجال والنساء والبزال الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لذنك وليا واجعل لنا من لذنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الصاروط فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وعقيموا الصلاة وآبوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لو لا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليلهم الآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يذنكهم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك فل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى لله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حبيظا ويقولون نقاعة فإذا فرضوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتذكرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمني بالخوف أذاعو به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فرض الله عليهم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تفلقوا إلا نفسك وحرّض المؤمنين أتى الله أن يكف بأسا الذين كفروا والله أشد بأسا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كبل منها وكان الله على كل شيء مطيطا وإذا حريثم بتحية فحجوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أرشتهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أغل الله ومن يغلل الله فلن تجد له سبيلا ودو لو تكفرون كما كفروا فتكفرون سوا فلا تستطيعوا منهم أولياء أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلمهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلمة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا تسجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما غزوا إلى الفتنة اركزوا فيها فإن لم يعتذلوكم ويلقوا إليكم السلمة ويقفوا أيديهم فقلوهم وقتلوهم حيث فقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سبحانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبهم مؤمنة وذية مسلمة إلى أبيه إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدوب لكم وهو مؤمن فتحرير رقبهم مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم سيساكم قضية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبهم مؤمنة فمن لم يجد صطياء شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حسنا ومن يبطل مؤمنا متعملا فجزاؤه جهنم طالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعزله عذافا عظيما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا غَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَاءَ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسَّ مُؤْمِنَا فافتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغالب كثيرا فذلك كنتم من قبل قمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون قبيرا لا يستمي القاعدون من المؤمنين غيره بالضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنتم فيهم صدّل الله المجاهدين بأموالهم وأنتم فيهم على القاعدين درجة وكله مع ذا الله أسنا وصدّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغبرة ورحمة وكان الله وفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائفة والدين أنت فيهم قالوا في مقصر قالوا كنا مستحاكين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتحاجروا فيها فأولئك مهواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المصلافين من الزجال والمساء والبندان لا يستطيعون حيلة ولا يحسدون سبيلا فأولئك أسواء أن يعفو عنهم وكان الله عفوا وفورا ومن يغاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراما إن سكيرا ومساء ومن يقود من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله وفورا رحيما وإذا غربتم في الأرض فليس عليكم جناهم أن تخبروا من الصلاة إن صحتم أن يبينكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوبا مبينا وإذا كنت فيهم فأقبلهم ولا تخلتكم وآائفة منهم معك وليأخذوا أسلعتهم فإذا سجدوا فليكونوا من وآائف والتأخذ آائفة وقالا يفلوا فليفلوا معك وليأخذوا حذرا من أسلعتهم ودى الذين كفروا لو تخلون أن أسلعتكم وأسلعتكم فيمينون عليكم ميلة واحدة ولا جناء عليكم إن كان لكم أذن من مقر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وقضوا حذركم إن الله أعز للكافرين عذابا مبينا فإذا قضيتم الصلاة فأسروا الله قيام مقعودا على جنوب فإذا اصمعنا منكم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كشابا موقوطا ولا تهموا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وتردون من الله ما لا يعجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أرات الله ولا تكون للقرائلين قصيما والتكفي لله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يقدانون أنفسهم إلا الله لا يعجب من كان قوانا سي من يستقون من الناس ولا يستقون ولا يستقون من الله وهو معه إذ يبيضون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا أنكم آؤلاء إجادتكم عنهم في الحياة الدنيا ومن يجادل الله عن يوم القيامة ومن يكون عليه المسهلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يتغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يفسد إسما فإنما يفسده على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يفسد قضيئة أو إسما ثم يرحبه بريئا فقد اشتغل مبتانا وإذنه مبينا وَلَوْلَا فَضْلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ وَأْمَتُهُ لَأَمَّا فَوَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يَغُسْءُوا وَمَا يُغُلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَغُسْهُونَكَ مِنْهُ شَيْءٍ وَأَنْذَرَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْتَكُمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عُلْمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَجْوَابٍ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعُوبٍ أَوْ إِسْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَقْعَ ذَلِكَ اُغْتِغَاءَ مَرْضَةِ اللَّهِ فَسَوْفًا فِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاطِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْغُدَى وَيَسْتَبِرُ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُحْلِهِ جَهَلًّا وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَشْرَبَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِبِ بِاللَّهِ فَقَضْ ظَلَّ غَلَالًا بَعِيدًا إِنْ يَرْرُنَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَرْرُنَ إِلَّا شَيْطَانًا مَلِيدًا لَعَنَهُ اللَّهِ وَقَالَ لَأَتْقِذَنَّ مِنْ رِبَادِكَ نَصْيبًا مِنْ مَصْرُوبًا وَلَوْ ظِلَنَّهُمْ وَلَوْ مَنِيًّا لَهُمْ وَلَآمُرًا لَهُمْ فَلَيُوَثِقُنَّ عَاذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرًا لَهُمْ فَلَيُغَيِّرُ مِنْ خَلْفَ اللَّهِ وَمَنْ يَتْقِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ فَصْرَانًا مُذِينًا يَعِذُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِذُهُمْ الشَّيْطَانٌ إِلَّا مُّرًا أُولَئِكَ مَهْرَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيطًا وَالَّذِينَ آمُنُوا وَعْمِرُوا الصَّالِحَةِ سَنُصْرِهُمْ جَنَّاكٍ تَجْهِ مِنْ سَحْتِهَا الْأَحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْلَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ليس بأمانه ولا أمانه أهل الكتاب من يحسر أن يُذَّبِهِ وَلَا يَجِدْلَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَةِ مِنْ لَكَلٍ أَوْ مُنْسَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَاءِ فَيَصْرُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَطِيعًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِنْ أَسْلَمَ وَجْأَظُ لِلَّهِ وَهُوَ مُسْسٍ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَأَسْلَقَدَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ قَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيقًا وَيَصَتْتُونَ كَفِ النِّسَى وَلِلَّهُ يُظِيبٌ فِيهِنَّ وَمَا يُظْلَى عَلَيْهُمْ بِالْكِتَابِهِ يَتَامُ النِّسَى إِلَّا الْتِيلَا تُقْتُونَهُمْ مَا فِي وَلَهُمْ لَهُمْ وَتَرْغَقُونَ وَتَرْغَقُونَ عَنْ تَنْكِفُونَ وَالْمُصْتَدَاكِينَ مِنَ الْلَّاِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَ بِالْقِفْرِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَابِهِ عَلِيمًا وإن ما تنخافت من بعضها نشونا أغياء فلا جناها عليهمها أن يصلحا بينهما سلحا والسلح قير وأعظرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتستقوا فإن الله كان بما تعملون طبيرا ولن تستطيعوا أن تعزلوا بين النساء ولو حرصوا فلا تميلوا كل الفيل فتذروا هاك المعلقة وإن تصلحوا وتستقوا فإن الله كان رسولا رحيما وإن أتصروا إلى الله كل من سأتيه وكانه الله واسع hesكين ولله مات السماء والاعلنَّة alternative ولا قررص وطبينا الذي نغفض الق psychiatر وإنهم عن الصفوة وإن تقحروا فإن الله مات السماء والاعلن stuffing وكان الله ولي الهمير ولله مات السماء والاعلنة أحضرت الأرض وفل الله فكيلا adata يشاء يرهبكم أيها الناس ويأتي بآخرهم وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد سواب الدنيا فإن شاء الله سواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا قوامين بالقصر شهداء لله ولو على أنفسكم من غالدين والأقربين إن يكن غنيا أو سقيرا فالله أولى بهما فلا تستبعوا الهواء أن تعبقوا وإن تنهوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملنا صبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يقفر بالله وملائفته وفسده ورسوله واليوم الآخر فقضى الظلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم الزابوا بفعا لم يكن الله ليطفر لهم ولا ليعطيهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما للذين يتخذون الكافرين أولياء من دول المؤمنين ويفتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستعذروا بها فلا تقردوا معكم حتى يصبحوا في حديث غير إنكم إذا من مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتغفصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستعذر عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يقابعون الله وهو قابعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا سعلا يراغون الناس ولا يسرون الله إلا فهيلا مذهبين بين ذلك لا إله أولا ولا إله أولا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تستقلوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أريدون أن تعدوا لله عليكم سبوانا ومبينا إن المنافقين في الزرق الأسفل من النار فلن تجد له النصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتقوا بالله وأطلقوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤذي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شبرتم وآمنتم كان الله شاكرا عليما موسيقى موسيقى